هلو هلو حبيب الحلوين جيت فايف عاملين ايه زي ما وعدتكم قلتلكنا هنجمع اسئلة الجيف ريزون ونقرأ السؤال ونترجمه ونبدأ نشوف هنحله ازاي يلا بينا مش عايزكم بقى حد يجي وقول بعد كده مش حلو ولا صعب ولا انا مش بعرف حلو ولا ما بحبوش دي مش عايز انا خالص ماشي احنا عارفين المنهج هو بيكلم عن ايه وعارفين وفاهمين وحفظينه فبالتالي هعرف حل اي سؤال اوكي تعالوا بقى نشوف عندنا نومبر وان بيقول water is important for all plants on earth يعني معنى السؤال ان المية تعتبر مهمة لكل النباتات الموجودة على الارض يا ترى ليه علشان احنا كنا واغدين في الترم الاول ان البلانت عشان يفضل عايش ويكبر ويعمل غزاءه بنفسه كان بيعمل حاجة اسمه photosynthesis process عملية البناء الضوء والنبات عشان كان يقدر يعمل photosynthesis process كان بيحتاج للووتر للمية فاجابته هتكون ايه بقى because plant need water to grow تعالوا بقى نشوف كده بصوا انا عملالكم فايل مكتوب في الاسئلة والفايل التاني مكتوب تحت ايه الاجابة يبقى الاجابة هتكون ايه because plant need water to grow النبات بيكون محتاج المية علشان يكبر تمام طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه water can affect non living things like rocks يعني بيقول ان الووتر ممكن تكون بتقصر على الاشياء الغير حية ايه ده ازاي هنقول احنا مش احنا اخدنا في الليسون نومبر وان ان الووتر ممكن تعمل ويزرينج وكمان erosion اه يعني ايه ويزرينج يعني انها تقصر الصخور فتفيد صغيرة يعني ايه erosion يعني تنقل الصخور الصغيرة اللي تفتفتت دي لمكان اخر يبقى الاجابة because water can cause withering and erosion of rocks يعني المية ممكن تسبب withering يعني ايه يعني ان هي تقصر الصخور and erosion وتنقلها transportation of rocks تمام سبب ان المية تقدر تقيد تعمل withering and erosion of rocks طيب السؤال اللي بعده بيقول our planet looks like a blue marble from the space يعني بيقول ان البلانت الكوكب our planet دي معناها الكوكب بتاعنا اللي هو ايه الارث الارض فكوكب الارض بيبدو من الفضاء انه شكل الكورة الرخام اللونها ازرق طب ليه لونها ازرق علشان هو اغلب كمية مساحة الارض متغطية بايه اغلب مساحة الارض متغطية بالمية طب حنقول ايه بقى حنقول because water covers about 70% of the earth's surface يعني الارض بتغطي حوالي 70% من الارض بالمية رول water that forms the hydrosphere is one of the renewable resources of earth يعني ايه بيقول ان المية تغطب من الاشكال المتجددة الموجودة على الارض او المصادر المتجددة على الارض يعني ايه يعني ممكن ان هي تتبخر وترجع تاني صح ولا لا ازاي احنا قلنا ان الوتر عندها سايكل عندها ايه دورة يعني دورة اثناء الصيف يحصل ايفابريشن تبخر فالمسطحات المائية المية اللي فيهم بتبدأ تتبخر تتحول من الليكود للجاز وتتنقل للاتموسفير وتكون حاجة اسمها كلاودز صح با صح ولا لا طيب بيجي في الشتاء يحصل ايه يحصل رينز فالوتر اللي حصلها ايفابريت في السمر في الوينتر حيحصل ايه رينز وترجع تاني المية تاني للارض يبقى رينيبول يعني متجددة يعني كمية المية اللي بتتبخر بترجع تاني في وقت كمان صغير خلال شهر شهرين صح ولا لا طيب ايه يبقى الاجابة هتكون ايه بكوز ووتر كان بي ري بلايزد اي ناتشر سرو زا ووتر سايكل يعني المية ترجع تقدر ان انت ايه تتعود تاني تقدر ان انت ايه ترجع تاني تقدر ان انت ايه ترجع تاني ترجع تاني بيقول هي الوورم والجيوسفير اللي هي السويل بيقول بيقول بيكوز وورمز بيلونج تو بايوسفير بات السويل بيلونج تو جيوسفير يبقى بسبب ايه بسبب ان الددان تعتبر تنتمي للبيوسفير لكن التربة بتنتمي للجيوسفير نومبر سيكس بتقول يعني بيقول ايه همية الاتموسفير للنبات وهو بيعمل غزاؤه فبيقول لا مهم جدا مش احنا لما اخدنا ان البلانت بيعمل فوترسانسس بروسس قلنا انه ضروري يكون في حاجة اسمها كاربون دايكسايد غاز ثاني اكسيد الكاربون قالك اه فالاجابة بتاعتي ايه بيكوز بلانت تيك ان بيدخل النبات بيدخل بياخد كاربون دايكسايد جاز فروم اير ديورنج فوترسانسس بروسس اثناء ايه عملية البناء الضوي يبقى النبات بيحتاج نياخد الكاربون دايكسايد من الاتموسفير من الهواء الجوي علشان ايه من الغلاف الجوي علشان ايه يعمل الفوترسانسس بروسسس عملية البناء الضوي ما يقدرش يصنع غزاؤه من غير ما يكون فيه كاربون دايكسايد ده حاجة مهمة جدا تمام السؤال نومبر سيفن يعني بيقول اكتر من 50% من الكائنات الحية اللي عايشة على الارض موجودة فيه يعني في البيئة المائية او في المسطحات المائية تب ده معنى ايه طاب ه читايب يا جماعة ليه اكتر من 50% من الكائنات الحية اللي موجودة على وجه الارض عايشة فيه المسطحات المائية هقولك مش احنا قولنا ان نسبة المية اللي موجودة على الأرض كلها على بعضها بتتمثل 70% واللاند للأرض تعتبر قد إيه 30% only يبقى بديهي ان المساحة الأكبر هي اللي فيها كائنات حية أكتر يبقى فعلا بسبب إيه بقى بكوز ووتر كفرز أباوت 70% of Earth's surface بسبب ان الأرض متغطية بحوالي 70% من إيه بالمية بيقول ان تقريبا اغلب المية العزبة اللي موجودة على الأرض غير صالحة ان احنا نشربها لقالك علشان حوالي 3% بتوعنا لهم الفريش ووتر دول اغلبهم بيكون مية صلبة وكمان ممكن يكون مية ده فيها بكتيريا وفطريات وما ينفعش ان الانسان يشرب يبقى بيقول الإجابة بتاعتي يبقى most because most of fresh water on Earth are frozen water or still water أغلبهم بيكون مية متجمدة أو مية رجدة بركة number 9 بيقول إيه some bonds and lakes may dry up during some months يعني بيقول بعض البرك والبحيرات بتنشف في فترات معينة من الصيف طب ليه؟ قالك بسبب ايه؟ بسبب ان درجة حرارة بتكون عالية جدا فبيحصل ايفابريشن بدرجة كبيرة جدا وبسرعة جدا فكمية المية اللي موجودة في البركة أو موجودة في البحيرة هتتعرض للتبخير بالكامل وبالتالي هتلاقي المناء كان ده جف من المية فبيقول because when the temperature increase temperature increase درجة الحرارة تزيد in summer في الصيف water evaporates faster يبقى لما درجة الحرارة ترتفع في الصيف هتلاقي إيه؟ هتلاقي إنه يحصل تبخير للمية بسرعة طب number 10 بيقول no green plants can survive in the abysl zones of oceans يعني بيقول إن النباتات الخضراء مستحيل تلاقيها عايشة في المنطقة الاسمها abysl zone لفتكر هي abysl دي موجودة فين oh the deep area in ocean ده مكان عميق قوي في المحيط فالمكان ده ما بيوصلوش sun light ما بيوصلوش شمس وعشان كده مش بنلاقي فيه نبات يبقى الإجابة حنقولها إيه؟ because the sunlight can't reach the abysl zone of oceans يعني بيقول بسبب إن أشعة الشمس مش بتوصل لمنطقة الابysl zone طب إحنا هنقول مثلا طب هوي هو النبات محتاج ليه في sun light يا جماعة؟ علشان النبات لما بييجي يعمل photosynthesis process بيكون محتاج اللايت بيكون محتاج الضوء تمام حاجة مهمة جدا بالنسباله طبعا أكيد فاكريني الكلام ده من الترم اللي فات number 11 بيقول إيه؟ lay their eggs in bonds يعني بيقول إن البعود بيسيب البيت بتاعه في البركة يطرى بيعمل كده ليه؟ قال بيعمل كده علشان هو بيكون ضامن إن حيلاقي البيت بتاعه في نفس المكان مش هيروح حتى ليه؟ هي عبارة عن بركة still water مية رجدة ما بتتحركش ومتدندفعش وهكذا بيقول إيه الإجابة بسبب إيه بقى؟ because bonds have still water البوند البركة دي عندها مية بتاعتها رجدة ما بتتحركش so the eggs can't move away وبالتالي الإجز البيت ده مش هيستقى يمشي ويتحرك بعيد هي حتبقى ضامن هو هتلاقيه في مكانه مش هيضيعه ويروح منها في حتة تاني فهي تدعت المستيكو بصراحة ذكية وعندها يعني إيه زكاء بصراحة إن هي لما حطت البيت بتاعها في البوند ما راحتش مثلا حطته في الريفر أو حطته في الستريم ليه؟ إنت حتحطه في مية بتجري يعني اللي بتتحطها هنا تلاقيها بقى في مكانه تاني خالص مستحيل تلاقيها أصلا صح ولا لأ؟ تمام number 12 بيقول recycling the plastic bottles is more better than throwing them in seas and oceans يعني بيقول إن أنا أعيد استخدام البلاستيك يكون شيء أفضل بكتير من أنا أرميه في البحر أو في المحيط طبعا ليه؟ علشان البلاستيك إحنا عرفنا لما بيترمي في المحيط بيتعرض عن طريق الwind والsunlight والwave of ocean or sea ثلاثة عوامل دول بيساعدوا على تكسير البلاستيك لفتافيت صغيرة اسمها microplastic والحاجات دي بتضر بالaquatic ecosystem وكمان الأكواتيك إنفايرومنت الأكواتيك إنفايرومنت والأكواتيك أورجانيزمس اللي هي الكائنات البحرية والنظام البيئي كمان طيب يبقى المفتوض إن إحنا نعمل إيه؟ لما ترميش البلاستيك في المياه أبدأ رميه في الباسكت عشان الناس مخصصة تبدأ تأخدهم وتبدأ تتعامل معهم وتعملهم إيه؟ لتعملهم إيه؟ عادة تدوير تاني فبيقول الإجابة بسبب إن البلاستيك بيبدأ يلوس المياه وبيكون مدر للكائنات البحرية العيشة في المياه دي تمام يقول يعني بردو شايفين السؤال تكرر قبل كده إحنا قلنا إن البرك والبحيرات ممكن إنها يتجفة من المياه الموجودة فيها في الفصول معينة وخاصة طبعا في فصل الصيف طب ليه؟ سبب إن درجة الحرارة لما بتزيد في الصيف ويحصل إن المياه تتبخر بسرعة نوبر فورتين بتقول يعني إحنا لازم إحنا نوفر ونحافظ على المياه العزبة طب يا ترى ليه؟ قالك علشان المياه العزبة دي كميتها قليلة فإحنا لازم نحافظ عليها علشان ما تتدمرش أو ما تتلوس تمام؟ فهنقول إيه بقى؟ هنقول يعني كمية المياه العزبة المتاح لنا إن احنا نعرف نشرب منها هي كمية محدودة طيب نوبر فورتين بيقول يعني لازم أنك تقفل الحنفية لأ وإنت بتخسر سنانك يا ترى ليه؟ أكيد علشان برد توفر في المياه إنت عمرك وبتيجي تخسر سنانك أو تفتح الحنفية تلاقي فيه صوت ووتر بتنزلك من الحنفية لازم بتكون فريش ووتر فعلشان نوفر في استخدامها والحاجات اللي هي الزيادة اللي أنا مش محتاجة دي أبدأ يقفل الحنفية أنا مش محتاجة الحنفية دلوقتي بمفتوحة اقفلها حبيبي ليه؟ علشان المياه اللي انت بتهضر فيها دي ممكن بعد كما تلاقيهاش صح؟ ولا لأ لازم تحافظ عليها يبقى إيه؟ ليه؟ حقفل الحنفية لازم تحافظ في المياه علشان أحافظ على المياه اللي عزبه نومبر سيكستين دلتا يعني بيقول إن الدلتا بتتكون في نهاية الريفر ليه ترى؟ ليه؟ قالك إن الريفر طول ما هو ماشي في طريقه بيبدأ يحفر لنفسه مصاري اللي هو الفالي الوادي بسبب إيه؟ بسبب إن الريفر في بدايته بيكون سريع جدا فبيبدأ يتحرك بسرعة قوي ويبدأ يحفر لنفسه مصاري طب الحاجات اللي بيحفرها وبيشيلها وهو ماشي دي بيعمل فيها إيه؟ أول لما الريفر يبدأ يقابل سي بحر أو يبدأ يقابل نهر كبير يبدأ يرصب بقى الحاجات اللي هو شايلها طول المصار بتاعه ده يبدأ يقولون بقى إيه بقى استكفاك يا كتر خير أنا لماشي كل المسافة دي وشايل كل الحاجات دي على قلبي حسيبها هنا بقى عامل دي بوستد حسيبها هنا طب يقول بيكوز سراعتها هتبدأ تبطأ ما هي شايلة كل الحمل ده معاها وهي ماشي كل المسافة دي فهي خلاص تعبت خلاص وصراعتها بدأت تبطأ قوي يبقى لما صراعتها هتبطأ سيدمنس آآ 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 دي بوستد سيدمنس يعني الرواسب اللي هي الصخور الصغيرة بقى والحجارة والمضة التينة كل الحاجات دي كل الحفر اللي هي حفرته وهي ماشي في الفالي ده في الوادي ده بدأت ايه ترصبه تقول لهم خلاص تحطوا هنا بقى عملت لهم ايه دي بوستد رصبتهم يبقى هي في نهاية النقطة الريفر الريفر حيعمل ايه حيبدأ يرصب كل الحاجات اللي هو كان شايلها زي ما تقولوا ايه حيشي ايه حيسيب الحمل اللي هو كان شايله طول المصار بتاعه ده فحيكون تريانجلر شيب اللي هي ايه الدلتا وهيبدأ هو ايه النهر يقابل مع البحر ويكون لي استري تماما زي ما انتم عارفين تمام بيقول نوبر سيفنتين جراوند روتر ليه قلنا على المياه الجوفية جراوند روتر ليه سمينا الجراوند روتر بالاسم ده قالك عشان هي بتكون موجودة في الشكوك والفراغات اللي بيرونين الصخور اللي تحت الارض ببساطة جدا صح ولا لا يعني ده حتى من اول ما سمعت الكلمة قلت اكيد حاجة دي بلو زي ايرس السيرفس او نقول اندر زي ايرس السيرفس تحت الارض صح طبعا بتعال نشوف ايه التفسير بتاعها ليه ليه سميناها بالاسم ده هي متخزنة يعني متخزنة وموجودة في السخور اللي تحت الارض جميل جدا طب وبعدين كده احنا خلاص خلصنا نمبر سيفنتين طب نمبر اتين بتقول ايه يعني بيقول ان جودة المياه العزبة بتقصر على الكائنات اللي عايشة في المياه دي ازاي عارف لو ما احنا تكلمنا عن المايكرو بلاستيك وقلنا ان المايكرو بلاستيك ده هيقصر بالسلب كتير على الكائنات الحية هو اصلا المايكرو بلاستيك جمنين هو انت الانسان رام بلاستيك بحجم كبير بعد كده البلاستيك ده تقصر با افكت بالويند و وبال والسي ويفز والسونلايت كل حاجات دي اصرت عليه وخليته تفتفت لفتفت صغيات مها المايكرو بلاستيك طبعا المايكرو بلاستيك ده احنا عارفين انه هو مضر جدا لإيه للكائنات الحية عشان بيأكلوه هم فاكرين ان هم بيأكلوا أكلوه من الحقيقة تاعهم فبيتضروا وبيتأزوا وبيقصر عليهم بالسلب ان هم ممكن يموتوا بسبب التلوث الرهيب اللي بتعرضوا لي ده فبيقول ان كفاءة وجودة المياه العزبة ممكن تأثر على الكائنات الحية اللي عايشة فيها فعلا الكلام ده اه طبعا فبيقول بيكوز بور كواليتي بور كواليتي يعني ان الجودة المياه تكون رديئة ان هي تكون وحشة بسبب ايه تتلوث الرهيب اللي بتتعرض له بيبقى بيكوز بور كواليتي يعني بيقول ان كفاءة المياه لما تكون رديئة وحشة قوي كده ده هيسبب ايه ده هي يؤدي لإيه يعني موت الكائنات الحية بشكل كبير بألاف من الكائنات الحية هتموت تقريبا كل سنة هتلاقي ألاف من الكائنات الحية تموت كل ما يحصل تلوث كل ما تلاقي الكائنات الحية بتموت بعدادك رهيبة وكبيرة وبجانب كده بيقول and extinction 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 يعني انكراد انكراد some of the species live in this water يعني المياه دي بيكون فيها أنواع معينة من الكائنات الحية تبدأ الفضل انت ترمي ترمي بلاستيك ترمي فضلات ترمي مش عارف يبدأ كل الكائنات الحية تبدأ تموت بقى عدد رهيبة كتير قوي فأنواع معينة من الكائنات دي تبدأ تختفي تنقرد تختفي من على الوجود يعني نقول يا ده كان فيه نوع من الأسماك الفلاني كان عايش وكان موجود وكان مثلا لونه كذا لا دلوقتي ما بقاش موجود دلوقتي ما تقداش تشوفه خلاص زي مثلا ما بنكلم مثلا عن الديناسور بس ده كده كانت حاجة زمن قوي نوع 19 بتقول يعني بيقول نوع المية اللي موجود في الأوشان اللي هي المحيطات مختلف عن نوع المية اللي موجود في الريفر في الأنهار طب يا ترى مختلف في هقولك بص بس بساطة أول ما بسمع كلمة أوشان كده معرف أن أنا بتكلم عن سلط ووتر مية ملحة وأول ما بفرق بتكلم عن أو بسمع كلمة ريفر نهر بعرف أن أنا بتكلم عن فريش ووتر بس كده فأنت هتقوله ببساطة اللي اختلاف اللي ما بينهم أن الأوشان فيه سلط ووتر والريفر فيه فريش ووتر فنقول كلمة كلمة يعني يحتوي على أو موجود فيه تمام نومبر 20 بتقول يعني بيقول تكسير الصخور عن طريق المية الفريضان دي تعتبر تفاعل بين تو سفير طب يا طرى هم مين هقولك بص يعني ووتر مية أو يبقى الووتر هايدروسفير خلاص ما سأكنا بدأنا بدنمسك أول الحبل طريب والسفير التاني هو مين قلنا أن المية بتكسر صخور يبقى صخور روكس يبقى جيوسفير يبقى هو هايدروسفير و جيوسفير تمام تعريب جميل بيقول فلوت ووتر هي بايوسفير دي غلط على فكرة بايوسفير دي غلط اصححوا وكتبوا هايدروسفير تمام يبقى بيقول ووتر فلوت هي بنكوسين هتكون هايدروسفير كوز بريكن داون روكس اللي هي جيوسفير تمام يبقى الووتر هي هايدروسفير والرقس هي جيوسفير تمام نومبر تويني وان بيقول هايدنج of انس inside the سويل is an example of an interaction between two سفير يعني بيقول ان النملة تبدأ تحفر في الارض تبدأ تعمل نفسها خناضق صغرنطوطة كده على قدها دا كده يعتبر تفاعل بين two سفير ايه هما يترى قال لك بص الانت انا اعرف ان هي تعتبر من البيوسفير عشان هي living organism وبالنسبة للسويل التربة اللي هي بتحفر فيها فتعتبر من الجيوسفير يبقى فعلا في تفاعل بين البيوسفير الانت والجيوسفير الهي السويل نقرأ الجمع الاجابة فبيقول because انت belongs to يعني تنتمي هي من من البيوسفير بالسويل belongs to جيوسفير تمام هو تفاعل بين البيوسفير والجيوسفير لازم تفاهموا هو البيوسفير مين والجيوسفير مين تمام هينفعش ان انت هتقولو ايه هو جماعة تفاعل بين البيوسفير والجيوسفير خلصنا طب هو هم البيوسفير تعامل مع اللي بيصحح الاسئلة او اللي بيشوف اجابتك كانو ما يعرفش حاجة عامل الساينس. اديه كل الإجابة لجواك. ما تقول حقبش حاجة. وما حدش يجي يقول لي زي ما بتعمله وتقول لي أصلي ما فيش مكان. اكتب. اكتب. ما تحويش حاجة جواك. كل اللي انت ذكرته ده بازلت فيه مجهود عشان تذكره وتحفظه. فما تحويشوش جواك. طلعه. خلي الناس تعرف ان انت جواك فيه معلومة صحة. اكتبها. تمام؟ ومش عايزة حد يعود يقول ما بعرفش حل الجافريزون. ما بعرفش حل الوات هابن. انت في تسلسل الكتاب سواء اي كتاب انت بتذكر منه بتلاقيهم بيبدأوا معاك بالتشوز. وبعدين يبدأ سينتيفك تيرم والماتش يبقى. هو بيعمل كده ليه؟ بيبدأ معاك بالسهل. بالروحة واحدة واحدة. علشان انت السؤال يقرر معاك مرة في التشوز ومرة في الكمبيت ومرة في السينتيفك تيرم وبعدين في الماتش. ولما توصل للجافريزون انت تكون خلاص اتفرمت. يعني خلاص حفظت الاجابة وقردت السؤال وجاوبت عليه بكذا شكل. فقدامك دلوقتي بقى اكتب الاجابة بايدك. فهتبقى سهلة. فانت ما ترقى يعني مش اول السؤال بتقابلك في المتيجي تطبق على الدرس بيبقى جيفريزون. لأ. بيبقى تشوز. ابدأ حل. وركز في السؤال وانت بتقراه. واستغل السؤال ده انك تحفظ مثلا منه جملة. جنب طبعا انك اتنا مذكر الدرس. فهتبقى تسيري تقراه تبدأ تستحضر الجملة. ما تستحضرهاش عربي. استحضره انجليزي. ليه؟ ساعد نفسك. ما تعطش تجيب عربي وقتين تترجم الانجليزي. ليه؟ انت اصلا عندك science تاخده بالانجليز. انا ما بقول لك العربي بقوله لك عشان اسهل عليك كل ما انت ممكن ما تكونش فيها امين معناها. بس مش معنى كده انك تعطي ترددها. يعني ما قلتلكش معنى كلمة wizarding يعني بالعربي. صح ولا لا. قلتلك معنى ان هي breaking down rocks. خلصنا. فانت حاول تتعامل كده. انا بحاول ان انا اسحب موضوع العربي ده شوية شوية. بس يعني ايه باخدكم step by step. عايزين نتعود. تمام؟ ركزوا جماعة الله يباركلكو وحاولوا ان انتو تبنوا حياتكو صح. وتبنوا ان انتو تتعلموا صح. تمام؟ نرجع بقى للسؤال number 22 بيقول our planet looks like a blue marble from the space. يعني بيقول ان البلانت الكوكب بتاعنا our planet دي معناها كوكبنا. طب احنا عندنا كوكب احنا بنعيش عليه غير الارث. لا يبقى هو معنى كلمة our planet دي معناها كوكبنا. looks like يعني يبدو blue marble. blue marble يعني زي كده كورة من رخام لونها ازرق. اللون البلو ده بيرمز الووتر للمية. واحنا عارفين ان الووتر بتكون حوالي 70% صح ولا لأ. يعني هي بتغطي حوالي 70% من الارض. فبيقول because water covers about 70% or e the earth's surface. تمام؟ طبعا هي ارث متقررة هنا مرتين فانتو ايه? the earth's surface وخلص تمام؟ يبقى because water covers about 70% earth's surface. اوكي؟ اخر سؤال في الجيف ريزون بيقول deep valleys can be formed at the beginning of rivers. احنا قلنا الريفر وهو جاي يبدأ. بيبدأ ايه اصلا؟ بيبدأ الاول تسقط على المونتينز على الجبال تنزل بالاندفاع سريع بسرعة قوي فبتكون الاول stream بتبدأ تكون stream في الاول بعد كده تبدأ تكبر معا ايه؟ مع زيادة المية وزيادة الامطار وتبدأ ايه؟ تبدأ تحفر نفسها مصار. طب هي ليه بتحفر نفسها مصار؟ قالك من قوة اندفاعها تبدأ تحفر في التربة اللي هي ماشية فيها وتبدأ تكون نفسها valley وادي طب هي ليه بتكونوا في الاول؟ علشان هي قوتها وسرعتها وبتكون كبيرة قوي في الاول. وتبدأ السرعة دي تبطأ تدريجيا لحد ما توصل لنهاية الريفر فبيقول due to. due to زي كلمة because وزي كلمة cause وزي كلمة to. كلهم معناهم علشان او لانا. يبقى due to fast moving water at the beginning of rivers بسبب ان المية بتكون سريعة قوي في بداية الريفر. من كده نكون خلصنا الجيف ريزون يجب بيكون سهل وبسط عليكو لو احتاجتو اي حاجة اكتبها لي في الكومنت وانا هجاوب عليكو على طول ان شاء الله وي باي باي موسيقى موسيقى موسيقى